يحدث في مصر خلال الأيام دي إنه بغض النظر عن أنت معاك كام لكن أنت بالمناسبة يعني الطبقة المتوسطة بشريحها المختلفة بيبقى دايما إحنا كان عندنا مثلا يقولك إيه دايما طول عمرنا في ثقافتنا يقولك إنه أنا الست البيت عندها حتتين دهب الراجل عنده شهادة واللي عنده وديعة بغض النظر عن الفلوس دي عددها قد إيه إلا إنه إحنا في اللحظة اللي إحنا مجين فيها دي بنحاول إزاي الدكتور بطر بطر بيقولي بيستخدم لفظ رجل يعني إيه برضو بتاعك بصد فيقولك التحوط إحنا عايزين للعشر جنيه اللي معنا النهاردة كمان شهر ولا شهرين ولا تلاتة تفضل إيمتها العشر جنيه طبعا يعني اللي زادت خير وبركة لو زادت خير وبركة بس العشر جنيه دي ما تبقاش كمان شهرين تلاتة أربعة كمان سنة بقيت اتنين تلاتة خمسة جنيه إبقى إنه إيمتها ما تقلش فيبقى اللي إحنا بنعمله إيه اللي معاه الإرشين بغض النظر هم كام إما إنه حيروح يحطوهم شهادة واليومين دول هيقولك لأ ما هو احتمال الشهادات تزيد كمان مش عارف الشهر الجاي كل الناس بيتعرفها يوم الخميس بتاع البنك المركزي ده كناش نعرفه بلكل فنعملهم شهادة طيب لو أنا معايا إرشين مؤدم أحطوهم في شقة طيب لا أنا أشتري دهب لو أشتري الدهب أشتري سبيكة قد إيه واللجنيات قد إيه أو والله لأ أنا عندي مصدر دولاري فالبنك بيقولي دلوقتي ما بيسألش عن مصدر الدولار قوي وميديني الشهادة بخمسة ونص فأنا أحط الدولار دي بخمسة ونص أعمل في الإرشين اللي معايا إيه عشان أحافظ عليهم وأنا بقول أنه حابق معايا الدكتور مصطفة بدرة الخبير الاقتصادي البارز وهو موجود معانا النهاردة وبقول أنه معانا واحد من أكتب صناعة وتداول الدهب في مصر لأستاذ أمير رزق جاتي رسائل على التليفون بأسئلة لأستاذ أمير على طول برحب وجودكم معانا مشرفيننا النهار أهلا بمحرك معانا دكتور قطر خيرا كبير أنا حابقا أحرك عشان الوصاية جاية على التليفونات كتير أول الدهب أشتريه دلوقتي ولا مشتريهوش أحسن استثمار دلوقتي في الوقت ده ليه؟ لأن إحنا متوقعين زيادة على أول السنة الجرامي حيزيد من 300 جنيه إلى 500 جنيه ليه؟ كده النطة دي مرة واحدة؟ أه من 300 إلى 500 جرام؟ يا شريف بيه أنت فاكر لما كان ب600 وقتلك حيجيب ألف مشكلة أنا فاكر مشكلة مع أسف أن أنا فاكر وحيجيب وحيجيب وحصل حيزيد البنوك الأجنبية كل بنوك أمريكا وكل بنوك برة بيقولك احنا مش عايزين نتحوط بحاجة اسمها ورق اللي هو الدولار أو أي عملات برضو لما كنا نقول مش هنتحوط بأي ورق لازم ندهب والدهب بيكسب معاه كويس جدا واستثمار جيد وما بيعرفش حجمه قد إيه ما بيعرفش البنوك حجمها قد إيه لما الدهب يبقى موجود إنما الفلوس بتبقى معروفة طب أنا مش بنك أنا أشتري جنيه ولا ربع جنيه ولا سبيكة مش عارف وزنها حسب الفلوس اللي مع حضرتك حسب قيمة الإنسان اللي معي أقدر أشتري بي أشتري بي بص إحنا فيه السباك دلوقتي من جرام لكيلو جرام اتنين جرام خمسة جرام عشرة جرام الأنصة اللي هي واحد وثلاثين جرام وسبيكة خمسين جرام ومئة جرام ومئتين جرام حسب أنت معاك كم عايز تستثمره طب أنا لسه عندي أسئلة كتير في الاتجاه ده بس الدكتور مصطفى حيبقى واحد برضو بالناس اللي هما إيه دايما الخبر الاقتصادين المزبوطين يعني يقولك نوع